و باش يكون المغرب دولة متعدمة خاصك عرفتمه مصالحي فهو كيانين و المصالحي ما كيانينش مع المتسلمين و ما كيانينش مع الأراب المصالح بالمغرب كينين مع الأوروبا مع أمريكا مع إسرائيل و مع الدول الأخرين كاملة احنا دم دينا في العوبة في أمازيخ في كل شي ما شي مشكي هكا تقول له علم مغرب الصالحي فالدول الإسلمية awhile tie تاريخ ونرانة مع امواله المغرب الصالحه مع الدول العربية والله مربحنا معهم شي حاجة وcakتكتبت بشكل ثانبار فلسطين السؤال المطروح مغرب يبقان في التعاون مع اسرائيل ولا يقتع للعلاقة مع إسرائيل هذا هو السؤال اللي متروح وتصرح ليه بزاف ديال المرات الجواب وهو تاريخ تاريخ ديمن هو أحسن درس الناس اللي كي بغيروا فهمه أولاً خصوة الناس بزاف يعرفوا من المغرب ماشي دولة عربية 100% أولاً دولة أمازيغية 65% وكي اللي كيقول تكتر من 65% ربما 70% كله أمازيغ أمازيغ وفينا طبيعة الحال كين العرب وكين نحتوي واحد الجزء صغير ديال اليهون اللي عصلاً جاو المغرب وتستوط من في المغرب ألاف ديال السنوات قبل بيجو العرب كانوا بيخار وعايشين من دكش يرفيع مع الأمازيغ وما كان حتموا مشكلة فتاك الوقت هذه اللولة التانية التاريخ ورنا بأنه جيراننا الله يهديهم ألف عام ديال الاستعمارات ديال العالم كله جاستعمر الجزائير وما عمروا مقدرو عليهم حتى تعاون عاونهم الرجالة المغربة ملكاً وشعباً عاونهم المغرب وتونس ومصر عاونات الجزائير باش تخج من هاد الازم من هاد الاستعمار وتولي دولة مستقلة غير جال الاستقلال خادوا دوك الأراضي اللي خادوا لنا الفرنسيين اللي عنيكساوا الجزائير قرمات عليهم وقالت كلهم بتاخدهم وصرنا إحنا أكبر عادو ديال الجزائير لحد الآن العادو اللدود ديالجزائير مما إحنا وإحنا عاونهم وكافنا معهم وكنا تحنا تحية الجزائير والجزائير حرة والجزائير فريدم فور ألجيريا كنا كان في المغرب كامل بساكن دوك الناس رجالة والعيالات إحنا كنا المغاربة كانوا كي ناضلوا باش إحروا الجزائير وحررناها واش نلقينا؟ الجزائي ديالنا كان هو إحنا أكبر عادو ديال الجزائير تخادوا لنا الأراضي مغربية ولحد الآن باقين ديرينا مصمار جهة في المشكلة ديال الصحراء اللي كتعرفوا كاملين هذا الدرس اللول ديالتاريخ الدرس الثاني ديالتاريخ وهو فلسطين من النهار زادت القادية الفلسطينية والمغاربة هم موجوز لا يتززأ من الناس اللي تغوتوا والشوارع والناس اللي كي ناضلوا في الطريق وفي الشوارع المسيرات المليونية اللي كينا في المغرب ما كينا حتفش بلاد والناس كي ناضلوا وقال الأحزاب وقال الناس كنا في القلب ديالنا كنا في فلسطين وبغينا وكل شي ياسر عرفات اشدار ما حل بالمغرب فوجئ بحضور الزعيم البوليساريو في نفس القاعة قبل أن تصبح المفاجأة أكبر حين حرص عرفات على مصافحة عبد العزيز ثم السماح له بإلقاء الكلمة قال فيها إن الشعب الصحراوي يعاني نفس المعاناة الفلسطينيين مع الاحتلال ويقصد بها المغرب مشا تعمق لي ودار فوتو دار لي السيلفي مع اذاك الدكتاتور ديال البوليساريو باش يجازينها عايت من البعض طرال اللي طرال المغرب حاول بزادي المحاولات باش يصالح العرب ما تصالحوش ما تفاهمينش وحنا أصلا المغرب اللي جيت تشوف الخيرات اللي طائرة الأحسن حاجة طرال المغرب من اللي والتلخرطة ما جياش من عند العرب أولا والتانية ما جياش تمن عند المسلمين وعاد نزيد على الآخر واحدة الدرس الكبير وهو إيران إيران بقى لحد الآن كتمول تيروريزم في العالم كامل وكتموله السعودية والإمارات وحتى المغرب وإيران هي أكبر دولة اللي ممولة الإرهاب والمشكلة ماشي الإرهاب غير الفلسطين وهو كديروه تالي نحن ولي نحن كتر من إسرائيل ما تحملوناش نحن كتر من إسرائيل أوكي هنك هتقول لي المغرب الصالح ديالو في الدول الإسلامية لا تاريخه الرنع مربحنا مع مواله المغرب الصالح ديالو مع الدول العربية وغولتكتب ليه في كوموسطير عشر بدها مع الدول الإسلامية وغيرتكتب ليه عشرproحنا مع الدول العربية وغيرتكتب ليه الثالثة فهم مهدي مهمة جدا جدا هتكتب لي عشرופ مع الدولة هلجار rightna أشر està leap إحنا معها ولو و لكن إلا قتلكت بى العشر jsem حدثنا مع الدول أخرى ليهو مسيحية وكل شي صحب عاد بشي دل على إسرائيل كأن أربح كبيرة مصر بقت تطبيع مع إسرائيل إشframe هاتذي ودي دلي العلاقة ديبلماسية وكل شي عندنا الأرض خاصة بوزوينة، عندنا مشكلة ديال ما؟ عندنا مشكلة ديال بزادي الحويش ديال ستارتاوب وكل شيء إسرائيل هي أحسن دولة ديال ستارتاوب في العالم تصور كنا نتكال معهم نحايدو ديك السخانة ونقلسو مع إسرائيل ونقولو لهم أجي عاونونا في الستارتاوب اكسراكا مع الستارتاوب مع دوك الشركات اللي يالله المبتدئين واختراعات وذلك الشيء ونتعلموا منهم ويتعلموا مننا ونأخدوا منهم ونأخدوا مننا ويمولوا ستارتاوب ديال المغرب المغرب غيطلع القسيصات دياله واحد درجة عالية جدا جدا مشكلة ديال ما محتاج لإسرائيل لأنه هاي تاك تكنولوجي ديالهم والريسيرش ديالهم الأبحاث العلمي اللي ديالين في الماء وأنا احضرت معه واحد العالم واحد السيد كديرت شي ماشي بزافة دي وعندهم شي اختراعات يا سلام منين يجيبوا الماء وكل شيء وكيفاش يستغل الماء وكل شيء بزاف ديال الحويش اللي كينين اللي قدرو يعاونونا أسيدي إسرائيل دورة ليه في دماغك إلا كنا احنا محاببين إسرائيليين كيحبونا بزاف لأنه كينين بزاف ديال إسرائيليين في إسرائيل مغاربة إلا كنوا كيحبوه المغرب بزاف وإحنا يمهلين فيهم وعالعقل غير راحب بيهم إمكاننا نحركوا الحركة المشكل الفلسطيني كنوا العرب كاملين يديروا بحلقها والناس كاملين يديروا هكا كورا المشكل ديال الفلسطيني يتحل دغياء هتقول لي يتحل بالقلبولة ديالعيشورة القلبولة ديالعيشورة اللي أصلا مختار هو هاش حماس اللي التواحد مختارك تشي حاجة هنقولك لا خطأ هتقول لي هاش المعاونات ديال الحماس الفلوس اللي كيجيو الحماس كاملين كيخسرهم معك فيه الناس مني يتبسجورة كما في لما الفلوس أخوها هتقول لي ترجالة هتقول لي يسرام كلهم قنابي لا خسنا نفكره عشنا هو الحل وهذا هو الفرق ببي الفيديو والديولي والكومنترات ديالك والحل للمشكل ديال فلسطين المشكل ديال فلسطين ما غاي تحلش حيث احنا مخاسمين معهم المنفقين عليهم وكن عيرو فيهم في ديال كومنتر الكمنتر ديالك أسيلك تيوى عارفه وكتب ديال المعيور رو على كتدرال الاخلاق ديالك كتوري فيها الاخلاق ديالك وكتوري فيه الانتليكت كتوري فيه المستوى التقافي ديالك هتشين كتوري؟ اما لك انت عندك شي شجاة او سر خاض مع فلسطينيين اولا ولك عندك شي انتليجنس تلقى لنا شي حل تلقى لنا الحل أنا هنا بس تلقى الحلول وكنعاون بلادي وكنعاون مسلمين لان انا مسلم حر وافتخر بغينا نعاونو بلادنا ونعاونو باش تلقوا حل وانا المهم لي افتشي كله هو المغرب انا المغرب بغيت تكون دولة متقدمة و بس يكون المغرب دولة متقدمة خاصة عرف المصالح دياله في كينين المصالح ديال المغرب ما كينينش معالم المسلمين وما ينينش معالعرب المصالح ديال المغرب كينين مع الاوروبا مع امريكا مع اسرائيل ومع الدول الاخرين كاملة احنا الدم ديالنا في العربة وفي في امازيغ في كل شي منتش مشكل حظا ممنير احباء ما كيش مشكل ولكن لو يدي والله غال فكل احنا معكم درنا اجتماعات خسرنا عليكم ميرسيديسات والعشاوات و هل так الشي كتجتمعوا، كتهضروا النفاق، النفاق، فالاخر كتمشيوا، تلع تيراب بالصحرات المغربية ما درتوا عش عش نو رابحين معاكم؟ هاما إسرائيل عتعفوا بها بكل طلاقة اوكي؟ عش عاونتونا؟ كنا شي دولة مصرية ولا شي دولة مثلا عربية جات عاوناتنا هتحنى المشكلة دي الجفاف، هتحنى المشكلة دي الفقر، هتحنى المشكلة دي الأش والو، الدولة المغربة شطع خاصة الصداقة، خاصة الدير، أصدقاء يكون فيهم الفايدة مشيخ والخاوي، عرباء إسلام، عرباء سيدي الإسلام ركد في الجامعة